مزيد من المتابعة بهذا الصدد مع من القدس الديبلوماسي السابق مائير كوهين أستاذ مائير إذن نتحدث عن أرقام قياسية غير مسبوقة لجهة تسليح في داخل إسرائيل وتسليح المستوطنين على الخصوص في الدفاقة الغربية هل إسرائيل بصدد تشكيل جيش من الميليشيات وبأي أبعاد بالنهاية ستكون؟ صباح الخير طحية لك يا أستاذ إيمان لا يوجد شك أن هذا الموضوع يصير جدل في إسرائيل ولكن الدافع الرئيسي من وراء هذا الطلب الذي يفوق كل التصورات منذ عشرين عاما يعود إلى الوضع الأمني وخاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر هناك شعور بعدم الأمان هناك من يعتقد أن هذا السلاح من شأن أن يوقف الإرهاب كما أعلن نتنياهو أو يمنع الإرهاب وهذا حدث فعلا في الخدس في نهاية الشهر الماضي عندما قام مسلحين من ينتميان إلى حركة حماس بقتل سلسة إسرائيليين وإذا بشخص لديه سلاح وستطاع أن يسيطر على الموقف ويمنع حدوث عمليات قتل وساعة وانتشار عمليات القتل في هذا الحادث ومن ناحية أخرى هناك طبعا أراء أخرى وهذه الأراءات تتحدث عن المسألة المسألة هي تتعلق بربما أن إسرائيل ستكون في وضع أو في مصار كما يحدث في الأولايات المتحدة وازدياد العنف المسلح مع عطاء ترقيس سلاح من ناحية أخرى أيضا هناك رفض لهذا الموضوع لأنه سيزيد من أعمال العنف في داخل إسرائيل وبدون رقابة ممكن الشخص أن يكون لديه صوابق مثل تدخين المخدرات أو ما شابه يمكن أن يحمل سلاح وهذا لا يتفق مع المعيير ويخلق أوضاعا قاسية لكن أستاذ مائير دعني أبدأ معك نقطة بنقطة فيما تحدثت عنه وأنت تحدثت أن ربما هذا الأمر بسبب الدافع الرئيسي فيه دافع أمني خاصة ما بعد السابع من أكتوبر لكن من يقف وراء هذا هو بهذا الحجم وبهذا الشكل بينكفير اللي كانت من سياساته من الأساس اللي دفع بهذا الصداد والانتهاكات اللي يقوم بها المستوطنون بحق المزارعين والفلاحين والمدنيين في الضفة الغربية أثارت استياء وانتقاد وإدانات حتى من الدول الغربية وحتى من الولايات المتحدة فبما تغامر إسرائيل بهذه السياسة إذن سوى تكريس عزلتها طبعا نعم ما في شك أن هذه السياسة هي سياسة يعني عقيمة لأنها لا تعطي أي أفق لأي حل سياسي هذا أولا سيئنيا هذه الحكومة هي حكومة يمبنية متطرفة مع انضمام بينكفير وسموتريتش في هذه الحكومة وهذا بيخلق أيضا نوع من العداء تجاه إسرائيل من قبل المجتمع الدولي بالإضافة إلى علاقات مع الفلسطينيين نحن نريد العيش بسلام مع الفلسطينيين هؤلاء المتطرفين من ما يعرفون بفتيان الجبال هم يقومون بإساءة هذه الصورة ووضع علاقات بين إسرائيل والفلسطينيين وربما إشعال الوضع في الضفة الغربية ولذلك هناك إجراءات بيتخذها جهاز الأمن العام ضد هؤلاء لوقف هذا الأمر ولكن طبعا بدون هذا التشجيع لما قام هؤلاء بمثل هذه الأعمال يعني هناك تشجيع من داخل الحكومة وتحديدا من وزير الأمن القومي الذي يقوم بدفع هذه النشاطات نسميها الإرهابية من قبل هؤلاء كيف ستكون التداعيات سواء على إسرائيل في المجتمع الدولي علاقاتها بالولايات المتحدة التي هي نفسها أيضا تضع الضفة الغربية وهذه الاعتداءات خط أحمر تبعنا الدول الأوروبية أيضا تفرض عقوبات على هؤلاء المستوطنين وكيف سيكون أيضا على المسار السلام على مستوى المنطقة إذا كان الرهان فيما تفعل إسرائيل في غزة وما تفعل أيضا بالضفة وأيضا تسليح هؤلاء للاعتداء على المدنيين في الضفة لإشعالها أنا أعتقد أنه مع انتهاء هذه الحرب الصورة ستكون أكثر وضوحا بمعنى أن الشارع الإسرائيلي لن يقبل بهذه الحكومة والتي تعتبر مسؤولية كاملة عن الفشل الزريع التي منيت به في هذه الحرب في السبع من أكتوبر وليس من المستبعد أن تكون هناك انتخابات وتظهر قوة أخرى جديدة لإنهاء هذا الدور الذي تقوم به الحكومة الحالية هذا السيناريو المتوقع أما فيما تعلق باللقات إسرائيل مع الولايات المتحدة فأنا أعتقد أن المواجهة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حول موعد إنهاء الحرب يتزايد وذلك بعد أعلان الرئيس الأمريكي في موقع بوليتيكو جاء فيه أن حدد جدولا أفقا زمنيا فيما تعلق بهذه الحرب في عشرين تلاتة وعشرين بنهاية هذه الحرب وهذا الأمر طبعا بيصير نوع من الجدل بين إسرائيل والإدارة الأمريكية لأن لا يوجد خلاف بين إسرائيل والإدارة الأمريكية حول أهداف هذه الحرب وهو القضاء على حركة حماس لأنها الذي يمنع أي تسوية سياسية من ناحية أخرى الخلاف هو على اليوم الذي يلي الخلاف على اليوم الذي يلي بمعنى أن إسرائيل ليست لديها استراتيجية أو تصور واضح لهذا اليوم نتنياهو يستبعد السلطة الفلسطينية من ناحية أخرى سمعنا وزير الخارجية أنتوني بلينكين عندما جاء إلى إسرائيل الأسبوع الماضي هو قال إن إذا أردت أن الخضاء على فكرة فعليك أن تقدم فكرة أخرى وهذا الموضوع يتعلق بالسلطة الفلسطينية من الذي يحكم في قطاع غزة عملا شكرا جزيلا لك هذه الأسئلة لا تزال قائمة ومحل نقاش حتى هذه اللحظة أستاذ مائير كوهين ديبلوماسي السابق من القدس شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك